يوما سعيدا يا أيها الأصدقاء معكم محمد سبلبل سأتحدث في هذا الفيديو عن الأزمة اللبنانية أسبابها حسب رأيي وعن الذين أول من سيعترفون بالدجال إذا أتى الدجال وأخبركم عن ما قال لي لازريف عندما قلت له من 3 سنين أو أخبرته حينها عن الأزمة اللبنانية فإذا رأيت أن أتحدث عن بعض أسباب ما يحصل في لبنان قد يسخر البعض مما سأقوله لأنهم يعتبرون أن في أساس الأزمة اللبنانية تقع أسباب اقتصادية وسياسية لكنهم يخفلون عن أنه في أساس أي حدث أي أزمات اقتصادية أي حروب تقع أسباب نفسية مرتبطة بطبيعة عقلية ونفسية الإنسان فما هو الاقتصاد سوى أنه ناتج للنشاط البشري ونوعية النشاط البشري مرتبطة مباشرة برؤية الإنسان الوجودية نفسيته وعقليته والأمر نفسه يخص السياسة فما هي السياسة سوى أنها علاقات بين البشر لكن على مستوى دولي ونوعية العلاقات مرتبطة أيضا بنفسية عقلية الناس لتاني بدورهما مرتبطتان برؤية الإنسان والناس الوجودية قبل ما كفي إعلان صغير عدت لتقديم الاستشارات الخاصة المدفوعة ليست مجانية يمكنني أن أساعد في الاستشارة على فهم منظومة لازريف بشكل أفضل فهمي أسباب ما يحصل أستطيع أن أوجهك كيف عليك أن تعمل لكني لا أستطيع أن أقوم بالعمل عوضا عنك أو عوضا عن أي شخص وملاحظة هامة لا أعطي استشارات بخصوص الأمراض النفسية رغبات الانتحار لا أعالج أمراض نفسية ولا جسدية لعلاج الأمراض النفسية والجسدية ورغبات الانتحار توجه إلى أطباء نفسيين وأطباء جسد أنا لست طبيبا الكلب يعرف هالشي وأنا صارت حكي هالموضوع عدة مرات كذلك أشير إلى أنه يمكنني تقديم نصائح لكني لا أستطيع ولا يجوز أصلا أن أقوم بالعمل الذي على الشخص أن يقوم به بنفسه ما فيني أشتغل عن أحد عمله يعني أنا لا أقوم بالمعجزات لا بل أعتبر أن القيامة بالمعجزات أمر مضر جدا لأن المعجزات والإيمان بالمعجزات يزيد من أنانية الشخص وكساله النفسي على كل مننا أن يشتاز الامتحان بنفسه وإلا فسيفسد فتخيل أن يأتي معلم أو أستاذ ويقدم الامتحان عوضا عن التلميذ ماذا سيحصل في هذه الحال؟ في هذه الحال سيشتد تكبر التلميذ سيصبح اتكاليا أنانيا سيسوء طبعه إن رفض أحد أن يساعده أو يحل المشاكل عنه سيكرهه هذا التلميذ وسيؤثر كل ذلك على حياته وعلاقاته في المستقبل ستفشل حياته العائلية سيفشل في عمله وكل ذلك فقط لأن أستاذه عوده على أن يقدم الامتحان عوضا عنه وفي هذه الحال يجب معاقبة الأستاذ أكثر من معاقبة التلميذ لأنه المسؤول عن إفساد التلميذ التغير النفسي السعي لله تعلم الحفاظ على الحب هو ذاك الامتحان نفسه لكنه امتحان أصعب بكثير وأكثر مسؤولية وأهمية بكثير من الامتحانات المدرسية والجامعية إنه امتحان في الحياة امتحان للنفس لذا كل معلم أو أستاذ يفسد التلاميذ في امتحان الحياة هذا بقيامه بالعمل عوضا عنهم بإفسادهم بالمعجزات والوعود والتلاميذ الذين يؤمنون بأن أحدا سيقدم امتحان الحياة عوضا عنهم يعاقبون يعاقب الأستاذ والتلاميذ على كل مننا أن يتعلم بتجربته الخاصة من خلال تخطي المعاناة الألم الحرمان مع الحفاظ على الحب في النفس والسعي لله بمفرده بتوجيه خارجي كذلك أعطي دروسا في العصف على البيانو عبر الإنترنت أنا خريج كونسلاتور تشايكوفسكي في موسكو وكذلك أعطي دروسا في اللغة الروسية عبر الإنترنت كحامل للغة الروسية أمي روسية لمن يهمه الأمر تواصل معي عبر الواتس أب رقمي في الوصف وفي آخر الفيديو إذا أضبط معي بالمونتاج لحضت مقطع أعزفه من مقطعة إذا بتحبوا تسمعوها إذن نعودوا إلى لبنان قبل تشرين الأول 2019 كنا نحن اللبنانيون نعيشوا كملوك وأنا وقت عم أحكي عن اللبنانيين لا أستسني حالي يعني ما حدا يفكر إذا عم أحكي عن اللبنانيين معناته أنا بريء مية بالمية عن الموضوع كمان كلها يتنا مزنبين بما أنه أنا خلقت هون بما أنه أنا مرتبط بهذا البلد معناته أنا إليه كمان شيء من كرمة هذا البلد فإذا أنا مش عم أحكي من نقطة تفوق أو افتخار أو احتقار لفئة أو لأحد أو لبلد لا أبدا فقط عم حاول أعمل شدد على بعض النقاط فإذا نحن اللبنانيون كنا قبل 2016 نعيش كالملوك أغلبنا يعملوا قليلا نسبيا ويتقادم أجرا معاشا راتبا من جيد إلى جيد جدا وممتاز نسبيا ومع ذلك كان اللبنانيون يتزمرون باستمرار معتبرين أنهم مظلومون أنهم من أكثر الشعوب المظلومة وإذا ارتفع سمن سلعة معينة بنزين غاز أكل 500 ليرة كنا نقول لحنا اللبنانيين شو هالدولة وشو هالغلى ويلعن هالبلد ويلعن هالدولة وإلى آخره كنا دائما مستائين متزمرين غير راضين ولا نحمد الله على نعمه وبرجع بقول كنا نعتبر أنه نحن مظلومين ودولة ما بعرف شو وهذا وفقرة وما بعرف شو وكنا نسخر من العمال الخارجيين يلي يجوا يشتغلوا عنا ونتكبر عليهم ونسيق معاملتهم الاندونيزيين من اندونيسيا ومن سريلانكا ومنحتروا أنه منستغلهم أغلبيتنا كنا هيك ودائما نفكر أنه نحن وحيدنا الوحيدين مظلومين لأنه بعفريقيا كأنه بأفريقيا عايشين مرتحين أو بالهند أو بالشرق الأقصى أو بالصين أو بجنوب أمريكا أو أي دولة أخرى نحن نعتبر دائما أنه نحن أسوأ منهم في حين أنه في بلدان ودول أسوأ منها بكتير وضعهم كان فهلأ صدنا نحن نروح بدنا نشتغل عند الاندونيزيين لأن معاشتنا صارت بالخمسين دولار فإذن فإذن كنا ننكر نعم ربنا فحصلنا على النتيجة المناسبة واليوم لا تزداد أو لا يزداد سمن السلعة خمسمائة ليرة كل أربع سنوات كما كان يحصل في الماضي إنما يزداد سعرها بمعدل خمسمائة ليرة كل يوم يعني إذا البارحة مثلا كان سعر السلعة أربعين ألف ليرة مبارح مثلا تليتي فرضنا اليوم الأربع نستفيق ويكون سعر السلعة تسعين ألف ليرة هذه أول مخالفة للقوانين النفسية الكونية التي كنا نحن اللبنانيون نقترفها كنا ننكر نعم ربنا المخالفة الثانية أكثر ما كان يفتخر به اللبنانيون ولبنان هو النظام المصرفي على أساس أنه كان نظاما مميزا مثل سويسرا يعني مثل النظام السويسري وكمان بظن هذا النظام كان موجود السيتو مش كان موجود بالفاتيكان يعني السرية المصرفية وغيره ما بفهم بالمصارف كذلك كان لبنان يفتخر بالحرية بين هلالين فيفتخر لبنان بأن لديه كازينو والكازينو الوحيد والأول في الدول العربية وكان الأول والوحيد فترة طويلة وكذلك كان لبنان يفتخر بوجود النوادي الليلية فيعتبر عدد كبير من اللبنانيين ذلك دليل تحضر مثل الدول الغربية يعني نحن كنا بكلاما آخر كان لبنان يفتخر بأن نجاحه بين هلالين كان مبنيا على نظام الربى والفسق فما هي الكازينوهات والنوادي الليلية سوى أنها فسق هذه هي المخالفة الثانية لا أستبعد أنه من ورها الفيديو إكلام مسببت كثير من اللبنانيين كما مثل ما بكلها مسببت من الروس والأوكران لأني أنتقدهم أيضا علما بأني لبناني روسي وأوكراني لأن والد أمي أوكراني وهذا علما بأن الروس والأوكران أصيصا شعب واحد فدائما بني كلها مسببت من الشعوب التي ننتمي إليها جنيا وكذلك لو سبعون الأمريكان والأوروبيين كمان كنا أكلناها مسببت فمنهم ما عندي كثير مشاهدين المهم المخالفة والجريمة الثالثة الإخلال بقانون الوحدة يتحدث اللبنانيون طوال الوقت شكلا عن ضرورة الوحدة الوطنية يتحدثون عنها على شاشات التلفاز يتحدث اللبنانيون عن أنهم يحبون بعضهم أنهم يريدون الوحدة يريدون أن يعمل السياسيون يدا واحدة ولصالح الشعب ولكن يستحيل أن تكون الوحدة إصطناعية لا يمكن إجبار أحد أن يكون أو يشعر نفسه واحدا مع آخر إن لم يكن يشعر بوحدته معه على مستوى النفس والوحدة على مستوى النفس تنمى في الطفولة تنمى في الطفولة مثل ما ينمى الحقد في الطفولة كذلك الحب والوحدة الوحدة هي حين يشعر الشخص أنه واحد مع الآخر في الله حين يحب الآخر أي يجب تنمية شعور الوحدة في الشعب وفي هذه الحال الشعب اللبناني المكون من 18 طائفة دينية يجب تربيته منذ الطفولة في المدارس بواسطة والسائل الإعلام في الأسرة أن يشعر بالوحدة فيشعر باحترام تجاه الطوائف الأخرى الفئات الأخرى الشعوب الأخرى وغيره لكن ماذا نرى في الواقع على أرض الواقع ماذا نرى نرى في الواقع أنه في الظاهر الكل يحترمون بعضهم ولكن في الباطن في كل عائلة يسبوا وبيلعن كل لبناني منتمع إلى طائفة لبنانية الآخر المنتمع إلى طائفة أخرى يعني إن دخلتم إلى منزل مسيحي وأصخيتم خلصة إلى الأحاديث في العائلة فستسمعون الأهل يلعنون ويسبون ويكفرون المسلمين السنة والشيعة أمام أولادهم وإن دخلتم عائلة سنية ستسمعون الأهل يسبون ويلعنون الشيعة والموارنة أمام أبنائهم وإذا دخلتم عائلة شيعية ستسمعون الأهل يلعنون السنة والموارنة وإذا دخلتم إلى عائلة درزية ستسمعون الدروز يلعنون الموارنة وغيرهم فعن أي وحدة يتحدث اللبنانيون وعن أي احترام وتعايش يتحدثون إذا كان كل واحد يكره الآخر وماذا يريد اللبنانيون من سياسيهم إن كان السياسيون من الشعب نفسه ما هن السياسيين انعكاس للشعب هم من الشعب ما هك ما أنه أجو من ما بعرف من كوكب آخر يعني أي واحد من الشعب سيتولى منصبا سياسيا سيتصرف مثل أي سياسي يسبه ويلعنه قبل أن يصبح سياسيا هو نفسه يعني عندما يسب اللبناني ويلعن السياسي اللبناني الفاسد هو يلعن ويسب نفسه في الواقع في المدارس ماذا يفعلون عندنا في لبنان أولا كل اسم مدرسة في لبنان مرفق باسم طائفة أو دولة مثلا المدرسة الإنجلية الليسي الفرنسي الليسي فرانسي المدرسة الكاثوليكية المدرسة الأرثوزوكسية المدرسة الإسلامية المدرسة اليسوعية يسوعية أو مدرسة اليسوعيين المدرسة الأمريكية وغيره يعني كل واحد فاتح مدرسة لصالحه ولصالح فئات معينة في الخارج ولا يفتح مدرسة لصالح البلد الذي هو في هذه الحال لبنان وفي المدارس طبعا تمرر ثقافات خارجية ومن أكثر وسائل التأثير فعالية ونجاحا على دولة أخرى هو التأثير عليها من خلال الدين والثقافة يعني ما حدا بلبنان مهتم بوطنه الجميع خدام للسياسات الخارجية ابتداء من المدارس علما بأنه في المدرسة يوضع أساس الرؤية الوجودية يعني التلميذ اللبناني بيفتخر أنه يتحدث الإنجليزية والفرنسية أفضل من العربية مثلا عندما أقول للتلميذ أن يكتبوا ما لديهم منفرض باللغة العربية بدل الفرنسيوية أو الإنجليزية يجيبونني أنهم لا يحبون العربية ولا يجيدونها وأنا بس أسأل تلميذ الموسيقى عندي أي لغة بتحبوا تفضلوا أو أي مادة بتحبوا بيقولولي الإنجليزية أو الفرنسية وقتا بسألهم أي أكتر مادة ما بتحبوها بيجيبوني العربية يعني هم ينبزون أنفسهم ومن ينبز نفسه دائما سيكون خادما وعبدا للآخرين لأطراف خارجية فهكذا لا يبنى الوطن كذلك في لبنان في السابق على الأقل على أيامي يعني وقتا أنا كنت أدرس بالمدرسة هناك كانت ساعة الدين كل أسبوع كان عندنا ساعة الدين يأتي شيخ مسلم وخوري مسيحي ويقسم التلاميذ إلى مسلمين ومسيحيين وبيخدوا المسلمين إلى صف بيخدوا درس دين وبيخدوا المسيحيين إلى صف آخر وكمان بيخدوا درس دين مسيحي مع الخوري أظن أن هذا لا يحتاج لأي تعليق يعني فيه بقى انقسام منذ الطفولة عم بيبرمجوا الأولاد على أنهم يكون فيه انقسام في المستقبل منيح إسا ما أصموا الشيعة والسنة بنفس المدرسة كل واحد بيغدوا درس دين إسا ما صارت هاي دي فأتساءل عن أي وحدة يتحدث اللبنانيون إن كانوا يربون الأطفال على الانقسام منذ الطفولة المبكرة في المدارس وهذا بدل أن يأخذوا درس مشترك في تاريخ الأديان مثلا ودرس عن ضرورة احترام الطواف الأخرى والأديان الأخرى هاي بلد ما بيستمر يعني إلا ما يتقصن بقى لدول أخرى دولات أخرى وما بعف كيف ما بيستمر هذا فأي وحدة يريد اللبنانيون وماذا يريدون من سياسيهم إن كان السياسيون ناتج المدارس اللبنانية والتربية الطائفية في المنازل في العائلات أساس سلوك الشخص في المستقبل يوضع في الطفولة فإن لم يعلم الطفل على احترام الطواف الأخرى احترام مصالح بلده فحين سيكبر سيصبح شخصا يكره الطواف الأخرى ويعمل لمصالح دول أخرى وهذا ما نراه في لبنان وطبعا الأطراف الخارجية بيعرفوا 100% هالشي وإنجلترا قبل ما تترك الدول اللي تركتها في السابق أصمتها دائما إلى طرفان يعني مثلا أصموا كوريا الشميلية كوريا الجنوبية الأراضي الهند اللي هلأ هي الهند وباكستان كمان أصموا هند وباكستان بهذه الطريقة بيصير سهل أنه الوحد يتحكم بالشعوب لأنه فيه يقسم ويفرق بهذه الطريقة أسهل ويفرض مصالحه وشروطه وغيره وغيره لذا عما يحصل في لبنان مسؤول كل لبناني وطبعا أنا طلعت فيني كمان شئة أم أبيت لأنه يبدو أنه لدي مخالفات كارمية تتطابق مع مخالفات الوعي الباطن الجماعي أو المخالفات المخزنة في الوعي الباطن الجماعي في لبنان وأنا أعترف بهذا لأني عشت فترات اكتئاب طويلة في طفولتي ومرهقتي ولأني شعرت طويلا بتزمر من المصير الوطن يبنى في عقول وقلوب الأطفال أولا وبناؤه في العقول والقلوب يتطلب جهدا وعملا ممنهجا بمجرد أن تقول أنا أريد بناء وطن نحن نريد الوحدة لن يبنى وطن ولن تحل الوحدة ذاك كلام نفاق لا يمكن بناء وطن بشكل اصطناعي كما حاول اللبنانيون الشعب اللبناني يبرمج نفسه ومبرمج من الخارج بواسطة المدارس ووسائل الإعلام على الكره كره أخيه وليس قبوله من ناحية يتفلسف اللبنانيون والمزيعون اللبنانيون عن ضرورة الوحدة ولكن من ناحية أخرى كل إذاعة لبنانية وكل مزيع لبناني يعمل لصالح فئة معينة ويخدم مصالح خارجية وأقولها وكلام هذا سيكون قاسيا أنه لو أتى المسيح الدجال لكان اللبنانيون أول من سيدعمونه ويخضعون له باستثناء أفراد من اللبنانيين الصادقين والشرفاء لأن عقل اللبناني مبرمج على عبادة المال واليسر وهو مستعد لعبادة أي شخص يعيده بالمستقبل المشرق والرفاهية الحرية الزائفة وأولها الحرية الجنسية وأساسا لو أتى الدجال والمسيح معا لركعت أغلبية الناس وأغلبية الشعوب على الأرض للدجال واعترفت به ملكا عليها ونبذت المسيح لأن أغلبية الناس ستغوى بثقة الدجال بنفسه ستغوى بوعود الدجال بالحرية ستغوى بجمال الدجال بريق الدجال ستغوى ببراعته في التحدث لباقته جماله زكائه ثرائه دهائه وستتمنى الأغلبية أن تتمثل به كما يتمنى اليوم الأغلبية أن تتمثل ببعض الدول دون ذكر اسمها لكن الدجال مجرد واجهة رائعة بمضمون ميت يجذب الأموات سترى فيه أغلبية الناس الملك العظيم وذلك لأن عقلية أغلبية الناس على الأرض عقلية العبد والناس مستعدون لبيع أنفسهم لأي شيطان لمجرد أن يحصل على الرفاهية وسائل الراحة المال الحرية الجنسية التحرر من المسئولية الأخلاقية التحرر من الضمير لأن الضمير هو صوت الله في كل منا في حين أن صوت الله صوت الضمير يمنعنا يعاتبنا يحرمنا يقول لنا أو يحرمنا عفوا يحرمنا يقول لنا أن علينا أن نقيد رغباتنا وإرادتنا لصالح الآخرين صوت الضمير يدفعنا لضبط غرائزنا يدفعنا للتضحية والتضحية ألم دائما التضحية تدفعنا لتقييد أنفسنا تدفعنا للإمتناع عن المتع لكن أحدا لا يريد أن يتألم ولا يريد الإمتناع عن المتع وعن إسباة الزات على حساب الآخرين الكل يريدون الحصول على المتعة والكل يريدون أن يعيش مثل الدجالين الذين في أعلى هرم السلطة لكنهم لا يفهمون أنه ماء يحاول بلوغ مستوى أسيادهم الدجالين الذين في أعالي هرم السلطة والثراء سيذبحهم أسيادهم لأن السيدة في أعلى الهرم طاغية متكبر ولن يحتمل حتى فكرة أن يتجرأ أحد منافسته في السلطة والثراء لو أتى المسيح وأتى الدجال معه لقدمت الأغلبية الساحقة من الناس التي تنتظر مجيء المسيح بفارغ الصبر لينقذها لقدمته زبيحة لسيدها الدجال ظنا منها أن الدجال هو المسيح المنتظر فالمسيح كان ليدعو من كانوا ينتظرون مجيئه بفارغ الصبر كان ليدعوهم للامتناع عن المحرمات كان ليدعوهم لحب جميع المنتمين إلى طوائف أخرى كان ليتحدث عن الحب والله والرحمة كان ليتحدث عن ضرورة أن تتغير نفوس الناس والتغير لا يمكن دون السعي للحب وتقييد الغرائز والسعي للحب وتقييد الغرائز تضحية دائما والتضحية وتقييد الغرائز ألم ولا أحد يريد أن يقيد غرائزه الأغلبية تعبد المال وما أسفل زنارها أما الدجال فسيعد الجميع بالحرية التحرر من الطمير والألم للتأكد من كلامي انظروا إلى ما يحصل اليوم على المستوى الدولي وردة فعل الشعوب على ما يجري فعن أي ديمقراطية يتحدث اللبنانيون وعن أي حرية يتحدثون الحرية في لبنان ليست حرية إنما هي فوضى وعبادة للمال كل واحد في لبنان عامل وطن لنفسه ولكن طبعا لا أحد مزنب في العمق ما في حدا مزنب في العمق المزنب هو عدم كمالنا لازلنا أو لازال تفكيرنا مستوى تفكير مراهق أنا لا أدين أحد يعني كلها يتنهيك كلها يتنهي من البشر هي من مسألة لبناني أو غير لبناني كل شخص بيعبد الغرائز وعنده مغزى حياته المال والنجاح واليسر دائما سيعبد الدجال الدجال هو قصورة هون وليس كشخص يعني فقط وأنا برجع أقول لا أدينه أحنا هذا يعني ضعف ضعف من طبيعة البشر من طبيعتنا من طبيعتي أنا كمان ضعيف عندي مشكلة بخصوص لازاريف في بداية الألفان وعشرين أول ما بلشت الكورونا عندما وصفت للازاريف لسيرجي لازاريف الوضع المتدهور في لبنان وأخبرته بأن البنوك أفلست وتسرق الشعب البنوك تسرق الشعب علق قائلا أن ما يحصل في لبنان هو صورة مصغرة عما سيجري في العالم كله قريبا ما يحصل في لبنان هو دفع للبنانيين لأن يتغيروا ليغيروا رؤيتهم الوجودية ليغيروا طريقة ذفكيرهم ليربوا أولادهم على القيم الأخلاقية وليس على الطائفية والتطرف وكره الآخر وعبادة أمريكا وفرنسا وكندا وبلجيكا وسويسرا وإيران والسعودية ولا يقول لنا أحد خلي هو يبلش بالتغير أولا ليش أنا لازم بلش أتغير وهو ما بده يتغير على كل واحد أن يبدأ بالتغير هو أولا ولا ينتظر الآخر ما يصيبنا ليس مجرد نتيجة للخطايا الزنوب والأخطاء التي اقترفناها إنما هو أيضا تحضير للمستقبل لنستطيع دخول مستقبل جديد علينا أن نتغير في داخلنا لنتطابق مع مصفوفة المستقبل مع مستوى الطاقة الذي يرتفع لدى كل منا اليوم وبالتالي مع مستوى القدرات التي نملكها وتزداد كل يوم فينا والتي تستمر بالتزايد لا يمكننا أن ندخل المستقبل الجديد مع الرؤية الوجودية القديمة والعقلية القديمة التي تقدس كل شيء باستثناء الله والحب والتي تضع المصالح الشخصية الضيقة في أساس الزاوية أي مع العقلية الاستعمارية والاستعبادية وإلا فسندمر أنفسنا بأنفسنا يعني ما فينا نفوت بالمستقبل إذا بنندل نفس العقلية الاستعمارية والاستعبادية صحيحا أن عصر الاستعمار بدأ بشكل رسمي وواضح مع فتح أمريكا رسميا في سنة 1492 لكن التاريخ البشري عموما هو كله استعمار دول لأخرى وشعوب لأخرى بطريقة أو بأخرى إن لم نتغير طوعا سنجبر من الأعلى على أن نتغير قصرا من خلال الحرمان الألم الحروب وسفك الدماء لكن في لبنان لا يريد أحد أن يتغير ومن أهم مؤشرات ذلك هو تفاعل أغلبية اللبنانيين مع ما يحصل اليوم على المستوى الدولي ومن ناحية أخرى وكما قلت ما يحصل هو نتيجة نظام الربى الذي كان يعيش عليه لبنان ويفتخر به ونتيجة للتربية الفاسدة في العائلات والمدارس اللبنانيون لا يريدون أن يتغيروا لذا ليس مستبعدا أن تصل الأمور إلى الدم هذا من ناحية أخرى وكذلك لن يحصل تغير إلى أن يتغير النظام العالمي القديم المبني على الربى حكم المصارف البنوك يعني الذي لبنان منسوج فيه بعمق بنظامه المصرفي الذي كان يفتخر به لبنان صورة مصغرة عن النظام العالمي الأوليجارشي الأوليجارشي أي النظام الذي يحكم فيه الأوليجارش والأوليجارش يعني رجال الأعمال فحشو السراء الأوليجارش العالميون اتخذوا لأنفسهم مراكز سلطة وحكم في الولايات المتحدة إنجلترا سويسترا بلجيكا الأوليجارش مجرد تجار وحكم التجار هو أسوأ أنواع الحكم تخيلوا ماذا يمكن أن ينتج من حاكم تاجر التاجر همه أكبر رحب ربح صافي ممكن بأقل قدر من الجهد والمصروف وبأي وسيلة كان والتاجر لا تهمه سوى الأيغو خاصته ولا مبدأ لديه وكلما ازداد صراء وربح التاجر كلما رغب بأن يصبح أكثر صراء وبأي وسيلة كان ولا تهمه نتائج رغبته في الاختناء والتحكم وهو لن يستطيع أن يغتني ويتحكم بأشخاص واعين أخلاقيين قادرين على السيطرة على رغباتهم أفضل نوعية ناس بالنسبة للتجار هم المستهلكون الناس اللا إراديون والمستهلك عبد لرغباته والعضو الموجود أسفل زناره بالنسبة للتاجر العالم كله سوق كبير وكل شيء يقدر من ناحية الربح وفائدته على جيبة التاجر والسوق ليس مكانا للعبادة ولا للحب ولا للنفس السوق للجسد والرغبات فقط أتمنى أن لا يكون أحد قد انزعج من كلامي برجع بقول أن نفس الكلام كنت لوجهه للأوكران وللروس وللروس خاصة في التسعينيات لأنهم نغروا بوعود الأمريكان بالحرية الجنسية والديمقراطية وباعوا وطنهم إلى الدول الغربية قبل مجيء الرئيس الحالي قبل مجيء الرئيس الحالي كانت دول الغربية أمريكا وغيرة وإلمانيا وكل الدول الغربية تسحب سروات روسيا مجانا بالتعاون مع الأوليغارش الروس اليهود أغلبيتهم من اليهود أمثال خدركوفسكي خدركوفسكي وأبراموفيش وبيريزوفسكي وقوسينسكي وبوسينسكي وغيرهم كانت الدول تسحب من روسيا سرواتها مجانا عمليا وتنشر الحرية بين السكان الحرية الجنسية والتحرر من أي مبادئ أخلاقية والمسؤولية انغرر الروس حينها ولا زالت فئة كبيرة منهم من الروس مولعة من الغرب وبس يشوفوا الغرب عم بيقشر لهم بيأصبعهم ويوعدهم بالمال وبالرفاهية ضغرية باستعدين يخونوا وطنهم لذلك طالت العملية هلأ هذه كانت العملية لازم تخلص بسرعة بس لأن في أطراف بروسية إلى مصالح بالغرب مع أكرانيا مش أنهيك عم بحطوا عوائخ مع عم بحطة الجيش مع عم بقدر يتصرف فإذن وما حدا ينبسط إذا نهارت روسيا لأن مع انهيار الروسية لحيينهار كل شي مش عم بحكي هالشي حبا بروسية أو بالشعب الروسي الشعب الروسي مثل ومتل غيره في ناس فيها خير وفي ناس ما فيها خير وأساسا الخير والشر بكل واحد مننا ما في حدا فيه خير تام أو شار تام بس هي روسيا تاريخيا عم تلعب هذا الدار هلأ وقبل بس ما حدا بتذكر التاريخ قبل يعني بالقرن العشرين والثمانطاعش وغيره ما حدا قرق التاريخ ولا بيعرض التاريخ واذا قرق أو مطلع لا بيكون نسي شان هيك من عم بيقدر يفكر منطقيا ويفهم شو عم بيصير شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة